عندما سمعت طرقا خفيفا على الباب وإذا بالممرضة تخبرني بنبرة يشوبها الاستغراب الواضح عن وجود فتاة صغيرة لا يتجاوز عمرها على الأرجح الثانية عشرة تريد مقابلتي الغريب في الأمر أنها جاءت إلى المستشفى بمفردها كما تقول الممرضة بالطبع أثار الأمر اهتمامي وفضولي كثيرا زيارة فتاة بمفردها بهذا العمر وبمثل هذه الساعة له أمر مريب دون شك لذا طلبت من الممرضة أن تسمح لها بالدخول شاعرا أنني على أعتاب قصة جديدة قصة تستحق وأن أكتبها لكم لحظات قليلة قبل أن تدخل الفتاة أخيرا إلى مكتبي كانت رقيقة وهشة للغاية خائفة ومرتبكة بشكل ملحوظ نحيلة إلى حد ملحوظ أيضا وشعرها مربوط على طريقة ذيل الحصان الشهيرة إنها في بدايات سن المراهقة ربما لا يتجاوز عمرها الثانية عشرة بالفعل كما قالت الممرضة شعرت بتعاطف كبير أمام نظراتها القلقة الباحثة عن الأمان وكأنها تنتظر موقفا مناسبا كي تبكي بسببه لذا فقد نهضت من مكتبي وتوجهت ناحيتها لأصافحها بابتسامة عريضة وأمسح على رأسها لأشعرها بالأمان تماما كما نفعل مع الأطفال الصغار ثم طلبت منها أن تجلس وتسترخي فجلست بشيء من القلق وراحت تنظر إلي بتردد واضح لتقول أخيرا بتوتر شديد لا يتناسب أبدا مع صغر سنها عمي أرجوك ساعدني أنا لا أعرف أين أذهب قلت لها بابتسامة عريضة وقد بدأ لي لقب عمي هذا مضحكا إلى حد ما أنا هنا لمساعدتك يا ابنتي ماذا تريدين لم أخاطب أحدا من قبل بلقب ابنتي أو ولدي لذا بدل الأمر غريبا إلى حد ما المهم أنه بعد كلماتي تلك إن همرت دموع الفتاة بشكل مفاجئ وسريع تماما كما توقعت وكأنها كانت تبحث عن الحضن الدافئ الذي تستطيع اللجوء إليه وقد وجدت هذا في شخصي المتواضع كما يبدو نهضت من مكاني مرة أخرى وذهبت لأربت على رأسها مهدئا لكن الفتاة نهضت من مكانيها أيضا وراحت تحتضنني بحرارة وهي تجهش بالبكاء بشكل أثار شفقتي كثيرا حتى دمعت عيناي تأثرا يا إلهي أي مأساة تمر بها هذه الصغيرة رحت أحتضنها بتأثر شديد وأحاول تهدئتها ثم طلبت منها أن تذهب لتغسل وجهها كي تتمكن من الكلام وتشرح لي سر مجيئها فنفذت ما طلبته منها لتهدأ أخيرا بعد دقائق قليلة وأجد الفرصة سانحة لأسألها ماذا بك يا صغيرتي لماذا خرجت من البيت وحدك أين والداك نظرت إلي بحزن شديد ثم قالت بتلعثم واضح إنني لقد لقد هربت من البيت والدايا والدايا توفي منذ زمن بعيد بعد ولادتي بشهور قليلة في حدث سير سألتها بتعاطف إذن أين تعيشين الآن؟ ولما هربتي عزيزتي؟ قالت بأسا أعيش عند خالتي وقد هربت منها طلبت منها أن تخبرني بتفاصيل قصتها ووعدتها أنني سأصغي إليها وأقف إلى جانبها وأساعدها بكل ما أستطيع فنظرت إلي طويلا وكأنها تزن أمرا ما في عقلها ثم حسمت أمرها أخيرا وراحت تروي قصتها قائلة عمي إنني في الثانية عشرة من عمري وقد توفي والدي في حدث سير عندما كان عمري لا يتجاوز بضعة شهور كما قلت لك فأخذتني خالتي المطلقة لأعيش عندها منذ ذلك الحين حيث قامت بتربية طوال تلك السنوات إنها قريبة الوحيدة لكنها لكنها ليست امرأة صالحة إنها غريبة الأطوار طوال حياتها تكره الرجال كثيرا إذ عانت حياة قاسية للغاية مع جدي الذي كان يرتكب كل الخطايا ويعود بعدها إلى البيت فيوسع جدتي وخالتي ضربا ويسيء إليهما بكل الوسائل حتى ماتت جدتي قهرا بسبب سوء معاملته لها أما خالتي فاستمر جدي يسيء معاملتها ويضربها أحيانا كثيرا لأسباب تافها للغاية لقد كان لقد كان ساديا نعم هذه الكلمة ذكرتها لي خالتي أكثر من مرة وقد أخبرتني أيضا أن جدي قام بتزويجها لصديق له يكبرها بعشرين عاما على الأقل ترجمة نانسي قنقر